بالإضافة إلى الخرق المسادي والضربات الجوية التي أنهت منظومة الاتصال ضعف حزب الله أيضا ساعد إسرائيل إذا اليوم الأرض ممهدة لأي عملية أرضية أو اشتياح بري ولن يشمل الموضوع فقط الأرض اللبنانية إذا ما رادت إسرائيل ونظرا للحشود التي تقوم بها هناك سلاس مناطق مؤهلة لأن تكون مسرح أعمال قتالية الموقع الأول هو جنوب لبنان بالتأكيد وهو منطقة مفتوحة وجائزة وفرقتين إسرائيليتين بيوصلوا لحدود بيروت المنطقة الثانية هي المنطقة الممتدة ما بين مزارع شبعة والجولان السوري تلك المنطقة البديلة التي جهزتها إيران وحزب الله لتكون بديلا لتموضع حزب الله إذا ما أبعدها في لبنان لما بعض الليطاني والمنطقة الثالثة هي منطقة الجولان السوري والجنوب السوري بعد أن جعلت إيران من المنطقة منطقة تحشد وآخر ما رصد من أن إيران نقلت إليها ما بين 45 إلى 65 ألف من ميليشيات المنتشرة في سوريا وبالتالي نعم اليوم إسرائيل قد تقوم بهذا العمل لكن العمل ليس لضرب حزب الله فقط واضح أن إسرائيل تريد ضرب المشروع الإيراني في لبنان والسوري إسرائيل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة